السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقتنا اليوم عن تراجع عطارد اللي رح يتراجع من برج الجدي لبرج القوس يوم السبت 23 كانون الأول ديسمبر بالنسبة لكوكب عطارد احنا ذكرنا في الحلقات السابقة انه هو بدأ تراجعه صباح يوم 13-12 يتراجع في برج الجدي وظل يتراجع لغاية اليوم اللي هو يوم 23-12 بعدها بده يتراجع وانه رح يرجع لبرج القوس فعشان هيك جزأنا الحلقات عشان الكل يظل متابع مش حلقة واحدة وينسى الواحد لانه طبيعة الناس انها بتنسى بعد فترة الاحداث فعشان هيك اليوم رح نتكلم عن هذا التراجع بالنسبة للتراجع شرحت انا بالحلقات السابقة انه هو مش الكوكب بصير يرجع لورا هو بيتباطى فالكواكب بتصير اسرع منه فبيبين انه هو بيتراجع هو فعليا هو بكون يسير للامام ولكن بطيء جدا فالكواكب بتكون اسرع منه هو بكون على مناطق معينة العطارد له ثلاث تراجعات في السنة هذا اخر تراجع خلال هذا العام التراجع الان هو زي ما ذكرنا وبدأ صباح يوم 13-12 في برج الجدي وقلنا انه رح يتراجع يوم 23-12 رح يرجع لبرج القوس هاي طبعا الان بدنا ندخل بالتفاصيل بالنسبة للتراجع هاد رح يكون زي ما حكينا صباح يوم 23-12 الساعة 6 و 17 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بيكون رجع للقوس وبيظل متراجع في القوس لغاية صباح يوم 2-1-2024 الساعة 3 و 7 دقائق صباحا لانه عملية التراجع هي كل مرة بيكون تقريبا 21 يوم يعني ثلاث اسابيع الان ضايل تقريبا منقدر نحكي وتسع ايام الو بالتراجع فرح يكون التراجع بالقوس طيب اول اشي احنا ذكرنا انه عطارد هو الكوكب اللي الو علاقة بالاتصالات والمواصلات فهدول اول امرين رح يأثر عليهم والان بما انه هو رح يتراجع بالقوس والقوس الو علاقة بالاتصالات والو علاقة بالمواصلات والو علاقة بالدراسة والو علاقة بالسفر فهاي الاشياء رح يصير فيها نوع منها نوع التعطيل بشكل اكبر مما كان موجود بالجدي اذا لاحظتوا بالفترة الماضية لما كنا نذكر عطارد كان يكون سعيد الان نسبة النحوسة رح ترتفع بشكل كبير لانه هو في كوكب الو علاقة بالحركة صحيح انه مش كوكبه الاساسي ولكن بيندمج بالصفات بدكوا بخلال الفترة القادمة تنتبهوا بالاتصالات بالحركة باتصالاتكم بقيادتكم للسيارات بمواصلاتكم ازدحام الطرق تعطل المركبات وقوع حوادث طرق اكثر من المعتاد فعشان هيك بدها حذر كثير اثناء القيادة ما في دعي للتسرع ولا للعصبية ولا لا الاستفزاز وضبط الاعصاب اللي بيشتغلوا بمجال الالكترونيات بدهم ينتبهوا على اجهزتهم اجهزة التليفون اجهزة الكمبيوتر لانه رح يكون فيه اعطال الى علاقة بالكهرباء وبالاجهزة الالكترونية تحديدا طبعا ممكن انها ما تصيب الكل ممكن البعض يتأثر من هذا الموضوع وخصوصا الاشخاص اللي بيكون الكوكب المتحكم فيهم هو عطارد او اللي بيكون برجهم القوس او الجوزاء او العذرة هدول اكثر الثلاث اشخاص رح يتأثروا من هذا الموضوع غير ابراج اخرى طبعا طيب بما انه رح يأثر على هاي النقطة معناته حتى على مستوى الامور العاطفية تواصل مع الاحبة التواصل التجاري الاعمال التجارية وخصوصا الاستراد والتصدير بيصير فيها اعطال والشحن البحري الجوي الامور هاي كلها بيصير فيها بعض التأخير وايضا الامور القضائية لانه البيت التاسع اكد الوقت لاي موضوع من هاي المواضيع حتى العقود بدك الدقيق بكل تفاصيل العقد تدرسه وتشاور وتستشير اهل الخبرة والقانون في هذا الموضوع لانه ممكن يكون فيه بند انت ما انتبهت له يكون ضدك مش معاك فعشان هيك برضو بدك تركز في هذا الموضوع الامر المهم ايضا الاشخاص اللي بيشتغلوا في مجال البورصة او الاسهم او العملات بدهم ينتبهوا بالفترة هاي لانه بتصير العملات صعود ونزول بالاسعار بشكل مرعب وسريع جدا وبشكل مفاجئ فعشان هيك بدك تحاول انك انت ما تغامر وتدرس السوق بشكل جيد لانه بكون فيه مفاجآت وهي المفاجآت ممكن يصير فيها خسارات كبيرة فعشان هيك بدك تكونوا حذرين في هذا الموضوع الان انا خلصت يعني خلصت من التحذيرات والتنبيهات اللي الها علاقة في هذا المجال اللي بدو يشتري اجهزة الالكترونية زي ما حكينا بدو يتفقدها وبرضو بدك تنتبهوا من هاي الامور طيب ايش التأثيرات الاساسية او المباشرة اللي راح تكون على جميع الابراج وكل برج ايش اللي بدو ينتبه منه اكثر شي يعني خلاف هاي الامور اللي احنا ذكرناها فكل برج او طالع بيكون الو تأثيرات مميزة اكثر من الابراج الاخرى يعني فيه ابراج بيجي بقولك طيب اعمل عملية تجميل فيه اثناء تراجع وطارد على حسب برجك وطالعك اللي اذا برجك وطالعك ما تكلم عن التجميل عادي رح يعمل تجميل ما فيه اي مشكلة ولكن اذا برجك وطالعك له علاقة مثلا في البيت الخامس لا يعني مثلا بدو يتراجع في القوس معناته مهوليد برج الاسد هم اللي ما يعملوا تجميل الاشخاص اللي مثلا بدهم ينتبهوا اثناء قيادة السيارة بشكل اكبر اللي هم الحمل والميزان مثلا لانه البيت الثالث والبيت التاسع لا لهم الان رح ندخل بالتفاصيل اكثر بالنسبة للموليد برج الحمل موليد برج الحمل طبعا هم اكثر اشخاص بدهم ينتبهوا لانه هذا البيت التاسع لالهم بالسفر البعيد والاتصالات البعيدة والامور القضائية والانتباه اثناء القيادة للسيارات وخصوصا بالشوارع المفتوحة وايضا من الاماكن المجهولة وعليهم الحذر من الوعود لانه كل ما يتم الوفاء بها يستحسن بهاي الفترة تجنب السفر او تأجيله لوقت اخر الا اذا كان اضطراري بدك تتفقد اوراقك وامتعتك وتروح على المطار قبل الموعد بكثير عشان ما تتأخر وبرضو بدك تتأكد من الحجز بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هنا منركز على الاموال المشتركة الاموال المشتركة اللي هي لها علاقة ببنك ضريبة تأمين قروض ميراث هاي كلها اسمها اموال مشتركة حتى اموال الزوج والزوجة هاي اموال مشتركة ففي الفترة هاي مننصح موليد برج الثور انهم ما يقرضوا حد فلوس او يكفلوا حد ببنك او كفالة بنكية مثلا لانه صعب انه يرجعها الاموال المشتركة والقروض هي الاساس بالفترة هاي ايضا بزيد طيشكم وعصبيتكم ممكن تسمعوا خبر سيء بتعلق بالعائلة او خبر سيء اجمالا اهم اشي انه برضو تنتبهوا من الحوارات والنقاشات الحدي اللي تتعلق بالمال بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا موليد برج الجوزاء بصير صعب التفاهم معهم وخصوصا ما بينهم وبين الشركاء شركاء المال او العاطفي هدول اكثر ناس رح يعانوا بالفترة هاي اذا كان في خلافات او كانت العلاقات مش مستقرة ما بينهم فبصير في خلافات كبيرة ما بين الازواج لانه ما بيقدر يوصل فكرته بشكل جيد فهذا الشيء بيخليه عصب ويفقد السيطرة على عصابه وممكن هذا الشيء يكون ضده ايضا مع شركاء العمل لانه في نوع من انواع الخلافات والنزاعات رح تكون بشركاء المال والعاطفة بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا الصحة والعمل هدول الاساسيات اللي انت بدك تكون حذر منهم وخاصة علاقتك مع الزملاء فممكن انه بموليد برج السرطان يتعرضوا لبعض الاضطرابات الصحية اللي تتعلق بالاعصاب او انها تتعلق بالعضلات او شد العضل والتوتر اكثر من المعتاد يعني الجهاز العصبي تحديدا وبرضو الخلافات على مستوى العمل اعمال تتراكم ما عنده وقت لا اتمامها مشاكل على مستوى العمل منهم اشخاص ممكن يتركوا عملهم وتوتر العلاقة مع الرفاق احذروا من الاغلاط الناجمة عن عدم الانتباه في العمل بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا هنا العلاقة مع الاحبة وخاصة مع الاولاد بيصير في مشاكل سوء تفاهم عدم القدرة على التواصل حدية ممكن يكون في مشكلة مع احد الاولاد بتحاول تحلها بس بيكون فيها نوع من انواع الصعوبة حاول انك ما تفقد السيطرة على حالك او على عصابك حتى اثناء تعاملك مع الحبيب وبيزد يعني هذا الشي برضو بيخليك متردد بالفترة القادمة ممكن تسمع خبر غير سار عن شخص قريب لا اليك طبعا بما انه البيت الخامس فخطوبة او ارتباط خطوبة كخطوبة مثلا او ارتباط عاطفي او تلزم نفسك عاطفيا مع الحبيب بالفترة هاي هاي صعب عليك وايضا امور التجميل بالنسبة لما وليد برج العذراء طبعا هنا بيتركز على البيت وعلى العائلة فعشان هيك بدك تنتبه من الاعطال المنزلية الاعطال اللي لها علاقة بالاجهزة الالكترونية اللي تتعلق بالبيت او مشاكل لها علاقة بالعقار بالعائلة سوء تفاهم مشكلة معينة بتتعلق بالعقارات وبرضو بيكون فيه نوع من انواع التوتر على المستوى العائلي بسبب سوء تفاهم وهذا الشيء ممكن يعرضك للارهاق العصبي اكتر شيء من نبههم منه موليد برج العذراء انه ما تشتروا اجهزة جديدة للبيت اجهزة الالكترونية تلفزيون مثلا او غسالة ثلاجة اشياء من هذا القبيل الا اذا بتكون تتفقدوها بشكل كامل وعادة برضو بيطلع فيها بعض الاخطاء بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هنا السفر داخل المدن والعلاقة مع الاخوة ومع الجيران يعني التنقلاتكم الامور اللي تتعلق بالسيارات تشتري سيارة انسى الموضوع بالفترة هاي تعمل متوقع يصير بعض الاعطال او انه حوادث فبدك تكون حذر من هاي النقطة بشكل كبير طبعا اللي برجهم واللي طالعهم دائما منحكيها هاي النقطة وايضا اثناء تعاملكم ونقاشكم ما بينكو بين الاخوة او الجيران ممكن يصير فيه سوء تفاهم ويصير فيه مشكلة اللي عنده امتحان على مستوى طلاب المدارس ما يعتمدوا على الحضوظ نهائيا وايضا طلاب المدارس بالفترة هاي بصير عندهم نوع من انواع البرود بالطاقة انه ما بدهم يدرسوا ما بدهم ما فيه شغف لهاي الامور فعشان هيك بتكونوا حذرين من هاي النقطة واثناء حواراتكم ايضا مع الاحباء بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا الناحية المالية اللي بتيجي من المصاريف للزيادة او من سرقة فعشان هيك بتكونوا تنتبهوا على اموالكم الفترة هاي بصير في عندكم شغف لصرف الفلوس بدون حساب او هروب من الواقع لصرف الفلوس او ممكن تفقدوا اموال للكم او مقتنيات فحاولوا قدر الامكان انه تكونوا حذرين من النصابين من المحتالين وما تبالغوا بمصاريفكم برضو الفترة هاي ما في داعي للمضاربات المالية وخصوصا الاسهم والبورصة والامور المتعلقة بهذا المجال ايه ممكن يصير عليك بعض المطالبات او تشد عليك الظروف ماديا فهذا الشيء بدك تكون يعني يجاهز له وممكن يصير بعض الاخطاء في الاراء والاحكام وخصوصا مع رفاقك بالعمل واتجنب توقيع الوثائق المهمة بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا هنا يجب المحافظة على سمعتكم على انجازاتكم القائمة بسبب التشتت الذهني لانه هنا انت بتحكي التراجع رح يكون عندكم فاي تصرف رح يكون محسوب عليك اي تقصير رح يكون محسوب عليك كم بنعمل بالعائلة بالأسرة بالرفاق بالعلاقات الاجتماعية يعني بكل الجهات برضو بتحس ان التركيز عندك قل في نوع من انواع التشتت الذهني في نوع من انواع الارهاق او الاجهاد بسبب العصبية وسرعة انفعالك فعليك تجنب اتخاذ القرارات المهمة وكذلك التنقلات اذا كنت شاعر بهذا الشيء او ما في داعي للسرعة والانفعال وممكن تسمع اخبار متناقضة كثيرة خلال هاي الفترة بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هنا نوصل انه التراجع رح يكون في بيت المتاعب فهونا بدك تنتبه وخصوصا الاشخاص اللي بيشتغلوا مع المؤسسات الكبيرة او الشركات الكبيرة لانه بالفترة هاي بصير في بعض الضغط عليهم برضو ممكن يتعرضوا لكلام بسيئلهم او افشاء اسرار لالهم حاول انه ما تهتم كثير لهاي الامور اذا صارت معك لانه اذا تركتها للعشر ايام القادمة تلقائيا لما اطارد يرجع للحركة الامامية بتختفي معها تماما فعشان هيك ما تبدي اي ردات فعل وما تتخذ قرارات حاسمة لانه بالفترة هاي العقل هو اللي بدي يحكم كل الامور بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هنا بتتركز الامور لا النشاط الاجتماعي النشاط الاجتماعي علاقات الاصدقاء هنا المشاكل الكبيرة بتكون فعشان هيك بدك تنتبه على علاقاتك كثير من موليد برج الدلو ممكن ينهو صداقة او يصير خلاف ما بينهم وبين احد الاصدقاء او مشاكل من خلال اللقاء اجتماعي مثلا يعني في نوع من انواع التوتر في هاي المسائل حاول برضو انك تكون مرن وما تتخذ قرارات حاسمة بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هنا نحكي عن المركز الاجتماعي والعلاقة مع المسؤولين وهذا يعتبر بيت السمعة فعشان هيك العلاقة مع المسؤولين كمسؤولين دولة مثلا او مسؤولين عنك بالعمل رؤسائك بالعمل وبرضو مركزك الاجتماعي فبما انه بيت السمعة فبدك تكون حذر من اي تصرف يفتح عليك جبهة لا تشكيك بسمعتك باخلاقك بانجازاتك بعملك بهاي الامور فبدك تكون حذر وتعرف كيف تتعامل مع هاي الامور وحاول انك ما يعني ما تميل لا اهمال مشاريعك لانه بالفترة هاي بيميلوا موليد برج الحوت لا اهمال مشاريعهم وممكن يعرضوا سمعتهم الاجتماعية لشبهة فعليهم انهم يتحلوا بالصبر طبعا بتمنى انه كل اللي انا حكيته ما يصير بتمنى انه يكون الكلام عكس اللي انا تكلمت فيه ولكن هذا تراجع عطارد وعطارد تأثيراته سريعة وقوية وبتيجي مفاجئة فتتوجب حذر عشر ايام عشان ما يصير هاي الاعراض اللي احنا حكينا عنها طبعا هي عشر ايام ننزيد عليها ثلاث ايام يعني احنا نحكي باسبوعين فبدكوا تكونوا حذرين من هاي النقاط اللي انا ذكرتها وان شاء الله انها بتمشي بدون اي مشاكل من اللي انا تكلمت فيه هيك من كون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء